أهلا بكم من جديد والآن إلى أهم نشرته الصحف الخليجية لهذا اليوم مع غيوة إبراهيم أبرز ما حفلت به الصحف الخليجية الصادرة صباحا هذا اليوم أصعرضه سريعا في هذه الجولة مشاهدين وأبدوها من صحيفة الرياض وفيها استمرار حملة متابعة المخالفين لعامين قادمين وكيل وزارة العمل لشؤون العملية أحمد الحمدان للرياض لن نمنع العمل في الأجواء الباردة وسنطلق برنامجا لتوظيف ذوي الاحتياجات الخاصة في الرياض نقرأ أيضا شبكة انترنت وتكييف مركزي في كل فئة تطوير الرياض متر العاصمة بلا سائق وفئة ثلاث لكبار الشخصيات والعوائل والأفراد من الرياض أذهب إلى صحيفة الاقتصادية التي نقلت في عددها اليوم تنبيه لجنة خاصة من المقام السامي وزارة الشؤون البلدية والقروية حول تعثر العديد من المشاريع الخدمية في الأمنات وهو ما دفع الوزارة إلى توجيه جميع أمنات المناطق وبلديات المحافظات التابعة لها بالبدء في تطوير عاليات متابعة مشروعاتها بما يمكنها من تنفيذها وفق البرامج الزمنية المحددة الخبر حمل عنوان تبين نسبة الانجاز وأسباب التأخير وطرق المعالجة محاصرة تعثر مشاريع أمنات المدن بتقارير خاصة للمقام السامي في الاقتصادية نقرأ أيضا عن الاستعانة بمختصين عالميين وبرنامج التطوير يكشف للاقتصادية عن هيكل تنظيمي جديد لوزارة التربية يصف مئتي وظيفة في ثلاثة مواقع وزارة التربية والتعليم العالي أوشكت على الانتهاء من الهيكل التنظيمي الجديد لقطاع التعليم ومن جهته قال للصحيفة المشرف العام على تنفيذ مشروع تطوير علي الحكمي أن هذا الهيكل المقترح سيحدد الإطار المتوازن بين المركزية واللمركزية مشيرا إلى أن تطوير يوفر شريكا دوليا يهدف إلى إعادة هيكلة قطاع التعليم من الاقتصادية نذهب إلى عقاد وأبرز ما عنوانت اليوم جماهير العميد ماذا بعد هذه الفضيحة وفي الخبر جددت جماهير الاتحاد مناشدتها لرئيس العام لرعاية الشباب الأمير نواف بن فيصل بن فهد لإبعاد رئيس النادي عادل جمجوم بعد الألفاظ غير اللائقة التي بدرت منه في الفيديو الذي سرب خلال الساعات الماضية عنوان آخر نقرأه من الصحيفة يقول متردة الحبارة تنهي حياة شخصين ألقي نظرة على صحيفة الجزيرة التي تحدثت اليوم عن دورات في الدبلوماسية لمنسوبي الهيئة الجزيرة تحدثت في منضوع آخر أيضا عن 32 حالة مصابة بليزر الملاعب الرياضية باعتلال البقعة الصفراء اختتم الصحف السعودية مع صحيفة الشرق وهذه الصورة التي تصدرتها لوالد الطفلة لما عنوانتها الصحيفة بانتظار لما أذكر هنا مشاهدين أن لما سقطت في هذه البئر الارتوازية يوم الجمعة الماضي ووالدها ينتظر استخراج جثتها من السعودية أذهب إلى الكويت ومن صحفها اخترنا صحيفة الرأي التي أجرت حوارا مع رئيس الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين شيخ يوسف القرضاوي وأبرز ما قال الأمين العام لحزب الله اللبناني أثبت أنه ينصر طائفته بالباطل لم أفتي بقتل الشيخ البوطي لا أحبذ تنامي جماعة مثل النصر وداعش وينبغي تمكين الحر من السيطرة أعلن رأيي بمعزل عن سياسة قطر ولن أسكت عن نشر التشيع في عالمنا والختام مشاهدين مع عالم اليوم وأبرز ما عنوانات الصحيفة مستقبل الكويت مخيف ومظلم والعجز في ميزانية 2034 و2035 سيكون 300 مليار دينار البراك تلاف المعارضة في 16 يناير ختام هذه الجولة أشكركم على هذه المتابعة وعودة إلى ملفات الرابعة